مسلسة الجوهرة ملخص أحداث الحلقة الثمنتاشر بتبدأ بأريجي اللي قاعدة عند جوهرة أريجي اللي كانت طول قاعدتها متوترة جدا فضة بتسلم عليها وبتديها القهوة بتعتذر أريجي إنها ما جابتش هدية أريجي أصلا ما كانتش في حالتها الطبيعية فين جان القهوة كان حيتكب منها أيوب اللي بيوصل وبيبدأ يفتح الباب ويدخل جوه البيت أول ما بتشوفه بتفضل بصاله بتقوم علشان تسلم عليه مش قادرة من رجليها مش قادرة حتى إنها تروح عنده فضلت تبص في ملامحه ولسه بتقرب له مرة واحدة بيغمع عليها وبتقع على الأرض وليد قاعد بيتكلم مع أمه بخصوص إنه هو بيعرف واحدة تانية بيقول لها أنا عايز أتجوز واحدة تانية على فضة وبحبها طبعا ده اللي هيخلي أمه تغضب منه جدا وتقول له هي فضة عملت لك إيه قال لها علشان ما عماشي حاجة حرام من حقي الشرع حلل لي لكن بتقول له بس ربنا قال ولن تعدله وإنت عمرك ما هتعدل وكمان المفروض الجواز يبقى في حالات خاصة فضة أصارت معاك في إيه فضة طلع عمرها من جبلاني وكمان شايفة إنت عايز إيه وخدمك وجابت لك لسه من أيام طفل ليه كده ليه تعمل فيها كده وتأذيها قال لها على فكرة أنا أغتلها قارت له كمان والغلبانة دي قارت لك إيه لكن بيردوا بيقول لها قالت إيه قالت عايزة تطلق بس أنا بقول لها وياريت تروح تقول لها الكلام ده لو عايزة تستمر على الوضع ده أوكي أنا كده كده حتجوز حتجوز كانت أمه غضبانة منه جدا وعمالة بتقول إيه اللي بيحصل ده ما تخربش بيتك قال لها هي اللي هتخرب على نفسها أنا كده كده أنا ويتجوز ياريت تروح لها البيت واتعرفيها الوضع ده إن كده كده حتجوز وليلها الكلام ده وبيمشي طبعا وهو غضبان وقمز علانة جدا قاليك في المستشفى جوهرة وأيوب معاها الدكتور بيقول إن هي بتاخد حبوب منومة كتير جدا يا ترى ليه وبيسألهم تعرفوها بترد جوهرة وبتقول لأ دي ضيفة جاي من أمريكا علشان تعزي في جدتها يمكن فعلا زعلانة علشان جدتها علشان كده حصلها كده بالنسبة لفضة اللي مرة واحدة بتلاقي أم وليد جات علشان تزورها بتاخدها بالحضنة على طول جوهرة قعدة بتتكلم مع أريكو بتقول لها إيه اللي حصل لك مالك في إيه بس وطبعا هي نايمة فضة قعدة مع أم وليد بتقول لها عجبك اللي عا حصل ده من وليد بتقول لها معلش نزوة وحتعدي أنا وإنتي لازم نتساعد مع بعض علشان خاطر نطير الأفعدي لازم ترجع بيتك لازم تبقي بقي على جوزك أكيد دي نزوة وحيعرف إمتك بس وحتخريبها على نفسك أريكو بتفوق بتلاقي جوهرة بتقول لها إيه اللي حصل لك مالك أنا حاسة أني فيك حاجة غريبة احكيلي والله هيبقى سر مش هقوله لأي حد أنت شكلك تعبانة عايزة تحكي أنا موجودة أريكو بتتناحد وبتعيط عايزة تحكي فعلا لجوهرة وفعلا بتقعد وبتبدأ تحكي حكايتها الجوهرة وبتقول لها فعلا أن هي من زمان واحد دحك عليها كانت صغيرة مش فهم حاجة دحك عليها بالحب وفي الآخر حملت منه ولما راحت قلت له لقيته مسافر اتخلى عنها ورمعه بسبحة كانت صغيرة الخدامة هي اللي ساعدتها في أنها تولد وكان في يناير في عز البرد والمطر في أحد الليالي جالها الطلب والخادمة هي اللي ولدتها وأخدتي لطفل ورمته على طول جنب حوية الزبالة قدام الجامعية فضلت منهارة وعملة بتعيط وبتحكي بالعافية طبعا قبل كده جوهرة بتقول لها طالما أنت بتجوزة خلاص انس الماضي لكن لما سردت في الكلام وارت لها على موضوع أن هي رمته وكمان قدام حوية الزبالة جنب الجامعية بتقول لها أيوة يا جوهرة أنا أم أيوب بتتصدم جوهرة وبتعيط ورد مع فضة وأيوب وأحمد حطين الأكل وقعدين بيأكلوا أكلها هالهية عاملاه بيشكروا في الأكل جدا بالنسبة لعزاري وشهاب في الممشى بيشوفوا الولد اللي كان سارق قبل كده الكلب منها قعدين بيتمشوا مع بعض وبييجي لشهاب تليفون من جوهرة بتقول له أنا في المستشفى تعالى خدني بيروح بسرعة أحمد بعد ما بياكل بيقوم يريح شوية فضة بتقوم ومسيب ليش تاني اوعد تتخلى عني قال لها طبعا أنا عوري محاسيبك وبتديله أحوى بيعودوا مع بعض شهاب جايب جوهرة من المستشفى وهي منهرة وبتفتكر أريجي اللي كانت بتقول لها ما تسيبنيش قولي الأيوب إن أنا أمه يمكن ضميري يرتاح يمكن أقدر أعيش أنا مش قادر أعيش خالص أنا ضميري دايما من أن ابني من ناحية ابني علشان خطري عرفي إن أنا أمه جوهرة كانت حالتها متغيرة جدا والد بيت خد البيت وبتتكلم مع أمه اللي ما كانتش عايزة أصلا تتكلم معاه ومتدايقة منه بيقول لها هو أنت أمي ولا أمها بترد و بتقول له يا بخت جوهرة بيها وأنا يا تعستي إن أنت ابني جوهرة بتوصل البيت مصدومة مش بتتكلم الكل قلقان عليها جدا عمالين بيسأله فيه إيه مالك مش بترد مش هاب بيقول حالتها كده مساعد ما خرجت من المستشفى داري بيرائب ورد أول ما بتوصل لبيتها بيوقف العربية وبيحاول إن هو يتكلم معاها أما بالنسبة لجوهرة اللي كانت نايمة ومصدومة مش عايزة تتكلم مع أي حد أحمد نفسه برضو ما قلتلوش على أي حاجة ورد أول ما بتوصل بتلاقي داري قدامها قدام البيت بتتخضوا بتقول في حاجة عايز إيه قال لها أنا عايزك وشريكي أيوب بيسأل أحمد وهي مصدومة مش عارفة تقول إيه داري اللي قاعد بيتكلم مع ورد إن هو بيحبها وشريها ولما قلت له أنا بحب ابن خالتي قال لها ده مش ابن خالتك ده واحد لقيت مالوش أصلا أصل ولا حسب ولا نسب مالوش أهل بتتجرق طبعا وبتقول له امشي من هنا ما تتكلمش معايا تاني وبتسيبه قدام البيت وبتمشي ورد بتفكر في الكلام داري الجه يمشي لأ مجدى في وشه بتقول له نعم حضرتك مين وإيه اللي جابك عند بيتنا قال لها أنا داري يا خالتي أنا داري كنتي جاء عشان نتكلم مع ورد فدها قاعدة ومسكت صور بتاعت وليده بتقلب فيها ومتضيقة جدا من اللي بيحصل لها داري بيقول لمجدى إن هو كان جاي عشان خاطر يرجع تاني لورد ويقنح إن هو بيحبها وعايز يخطبها لكن للأسف قارت له إن هي بتحب أيوب بتتصدم مجدى من كلامه بيستأذن وبيمشي ياسمين عمالة بتبعت رسائل لوليده ومبسوطة جدا كده وعمالة بتصور نفسها وفرحانة بجمالها أما بالنسبة لمجدى أول ما بتدخل البيت وبتشوف ورده قدامها بتديها بالقلم وبتقول لها عمالة بتخدعيني وبتقولي إن انت انسيت أيوب وستيه وانت لسه دلوقتي معاه بتديلها بالقلم وطبعا ورده بتقول لها ليه عملت كمية كده أنا بحبه ومش هتجوز غيره مجدى بتقول لها حنشوف تخلق الحلقة على كده وده كماللخص لأحداث لأحداث الحلقة التوانتاشر ما مسلسل جوهر يارب الملخص بتاعي يكون عجبكو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يمسلكوا كل جديد باي باي